وحول هذا الموضوع تنظم إلينا عبر تقنية الاتصال المرئية دكتورة عائشة درمكية عضو مجلس الدولة ومحاضرة بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان أهلا ومرحبا بكي دكتورة بداية نتعرف على دور المرأة العمانية في التنمية المستدامة حظيت المرأة العمانية برعاية ودعم من لدن باني النهضة الحديثة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ترى وكذلك أيضا بدعم سامي من جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه وأثمر هذا الدعم بأن المرأة حظيت بحقوقها في طبعا المصانع في النظام الأساسي للدولة وكذلك أيضا في القوانين والتشريعات ولذلك طبعا حظيت المرأة العمانية بفرص تعليمية كثيرة جدا وفرص أيضا في العمل في كافة القطاعات فتحت أمامها مستقبل أو آفاق مستقبل للمشاركة في تنمية هذا الوطن المرأة العمانية تقود اليوم مراكز التكالي الصناعي والمراكز أيضا البحثية التي كان لها دور أيضا كبير في تخريج العديد من المبتكرات والعديد من طبعا الابتكارات العلمية التي تقودها المرأة ولعل أيضا فوز الباحثة المبتكرة سمية السيابية خلال الأسبوع المنصر طبعا في برنامج نجوم العلوم واحد من تلك الشواهد هذه البحوث والإنجازات العلمية أيضا نراها اليوم في سوق العمل التي تقودها أيضا صاحبات الأعمال سواء كانت هذه الشركات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي طبعا لكل من يزور سوق العمل العماني سيجد المرأة حاضرة في كل الشركات في كل القطاعات منها النفطية والعقارية والشركات التجارية والتخصصية الأخرى ترجمة نانسي قنقر